اهلاً فيكم من جديد مكملين معكم بأكسترا تايم وبدايتنا مع كرة اليد الأردنية وتحديداً اتحاد كرة اليد اللي يعتبر من أكثر الاتحادات نشاطاً بالرغم من جائحة كورونا إلا أنه استطاع يرجع وبشكل تدريجي إلى الساحة هذا الأسبوع اختتمت بطولة دوري كرة اليد للسيدات وعن بتحضروا لاستكمال باقي نشاطاتهم رح نحكي أكثر عن دوري السيدات والعديد من الأمور التي تخص هذه الرياضة في الأردن مع الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد أهلاً وسهلاً فيك دكتور أهلاً سنتي أهلاً نشوف تقرير عن نهاية دوري السيدات ونكمل حديثنا بعد موسم مميز لكرة اليد الأردنية للسيدات بالرغم من صعوبته بسبب جائحة كورونا توج فريق حرثة بلقب دور أندية السيدات بكرة اليد بعد أن جدد فوزه على ضيفه فريق عمان وتغلب عليه بنتيجة 27 مقابل 23 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في صالة الحسن الرياضية بإربد بختام منافسات البطولة بما استطاع وادي السير حسم المركز الثالث بالرغم من خسارته على يد كفرسوم إلا أن فارق الأهداف في مواجهته صبت لصالحه ليبقى كفرسوم بالمركز الرابع والأخير وعند نهاية اللقاء سلم الدكتور تيسير المنسي لاعبات الفريقين بالميداليات وسلم كأس البطولة إلى كبتن فريق حرثة لتنطلق أفراح اللاعبات المتوجات باللقب بالرغم من الغياب الجماهيري بسبب جائحة كورونا دكتور بالبداية من بارك لنادي حرثة وسيدات حرثة التتويج باللقب البطولة ويعطيكم ألف عافية قدرت أنكم تخلصوا أول بطولة جماعية في ظل ظروف كورونا وأيضا يعني نعزي كرة اليد الأردنية بوفاة الكبتن رفاد الخلايلي ونشكر لكم تكريمه يعني في لفته أكثر من رائعة في نهاية هذه البطولة ستة أولا شكرا إلي كل قناة رؤية على الاستضافة ونعم يعني إحنا يعني فقدنا واحد من أهم من أعمدة لعبة كرة اليد في إربد وفي الشمال الأخ العزيز رفاد الخلايلي اللي كان يعني عمود أساسي من أعمدة كرة اليد فيناد الحسين له الرحمة الله يرحمه وإن شاء الله ابناءه طول العمر والبقاء ولهم الصبر والسلوان يعني إحنا بطولة السيدات جرت هذا العام بظروف استثنائية وأنجزت وتمت الحمد لله بالظروف على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية لكنها أنجزت بجودة عالية والحمد لله وعلى الرغم من الجو الحزين لكورونا على المجتمع وعلى الرياضة إلا أنه كانت بهجة الصلايا البنات في اللعب والممارسة اللعبة والفوز والخسارة يعني كل مقنونات لعبة كرة اليد كانت يعني عاشوها بكل تفاصيلها للأمان كثير من البنات شكرونه في نهاية الدورة أنهم حتى الفرق اللي خسرت وما تتوجت شكرونه أنهم احنا اهتمينا بهذه الفئة وكملنا البطولة وآلنا التحدي وهم أعلنوا معنا هذا التحدي فأحنا سعداء جدا بأنه احنا أول اتحاد أنهى أول بطولة وتوجت وتمت الحمد لله بأحسن والحمد لله بدون أي إصابات بويروس كورو الحمد لله يعني بظروف استثنائية طبعا احنا طبقنا البروتوكول بكل حذافيره المعمول مع اللجنة الأولمبية مشكورة اللي دائما بتتامع معانا طيب دكتور فيسير كيف استطاع اتحاد اليد استدامة كرة اليد والمطولات في ظل هذه الظروف الاستثنائية استي هي ظروف استثنائية وهي ظروف صعبة ويعني فرضت علينا تحدي كبير للأمانة وهذا التحدي انه احنا نكون على قدر هذه المسئولية لانه بالنهاية الحياة بدأ تمشي مثل ما هو المصطلح للشائع حاليا الحياة بدأ تمشي لكن مع الأخذ بالأسباب وأقصى درجات الحذر والحيطة ويعني كانت تقام الفحوصات كل 14 اليوم وقبل 72 ساعة من من النشاطات والمباريات وهذا يعني ما طمعا الأهالي وطمعا اللاعبات انه هما في أمان لم يدخل أي شخص إلى الصالة بدون الفحص وبدون تطبيق أمان وبدون الإجراءات والكمامات وحضرتك شفت الإجراءات النهائية في التتويج كانت برضو بأقصى درجات الحذر طيب بالرغم من صعوبة الأوضاع بسبب كورونا كيف تقيم مستوى الدوري؟ يعني فترة الإعداد للفرق كانت غير كافية للأمانة وبالتالي بداية الدوري كان المستوى متأرجح أو إلى ضعيف تقريبا مع مرور الوقت ارتفع المستوى وظهرت في مرحلة الإياب مستويات أفضل بكثير أنا أعتقد اليوم لأنه كمان عدد الفرق قليل وعدد فترات الاحتكاق قليلة أنه المستوى سيبقى يعني يتأرجع بين المتوسط تقريبا لكن احنا يعني على أمل أنه في السنوات الماضية ستزيد إن شاء الله الفرق اللي بتمارس كورونات النسوية وستطرى تضاعف بإذن الله حسب الخطة الموضوعة من هنا لسنتين أو ثلاث سنوات سيصبح لذلك إن شاء الله ثمن فرقتنا تمارس لعبة كرة اليد لأنها موجودين أمراكز واعدين في هذه الأندية تقوم برعاية اللعبة وبالتالي إن شاء الله نتأمل أنه يرتفع المستوى بالإضافة طبعا للجهود الأخرى اللي إحنا بالإضافة لذلك من الإجراءات القادمة اللي هي من تشكيل منتخبات وطنية لهذه الفئات حتى يتضل ديمومة رفع المستوى بشكل أفضل إن شاء الله أكيد طبعا نبارك لسيدات حتى مرة أخرى كاميرا إكستري تايم تواجدت في النهائي وأجرت المقابلات التالية المباراة كانت جميلة من الفريقين الشوت الأول تقدمنا لحد دقيقة تقريبا 17 كان فريقنا بتركيز عالي بعدها كصر عنا أخطاء فردية يعني كل خلت نادي حرطية تقدم الشوت الأول الشوت الثاني عملنا شوية تغييرات بالدفاع والهجوم وعلى وعسى نقدر نرجع على اللقاء وعذقق الفوز لكن برضو فريق حرثة خلعبات وخبرة كانوا يتعامل معبارات بدراية كويسة وصالما شوت التنسوء التوفي خاصة بالشوت من خط الستة اليوم كان اللقاء الختامي مع نادي عمان فريق نادي عمان أنا أكون له كل الاحترام والتقدير فريق عنيد فريق منافس منذ فترة طويلة مع نادي حرثة فريق حرثة استحق الفوز واللقب بطولة الدوري أنا راضي كل الرضا عن أداء لعباتي كانوا اليوم بأوج عطائهم والحمد لله ترجم هذا الأداء وهذه التكتيك الذي مارسناه في هذه البطولة كان تقريباً مئة بالمئة مطبق على الملعب يا محلها فرحة الفوز بشكر الكابتن الموفق بشكر الزميلاتي في نادي حرثة ألف ألف مبروك بهذه هذا الفوز لأهالينا اللي هم الدعم الأول كانوا دكتور كانت مراسم التتويج جميلة والبطولة كانت منظمة وتم مثل ما ذكرت الالتزام بالبروتوكول الصحي في كافة مراحل المباريات أو حتى في هذا التتويج وشاهدنا قدامه بسوطين يعني عاملين جو حتى ما في جمهور وهاي رسالة على أنه الرياضة لازالت حية ومنقدر نتأقلم ومنقدر نكمل نعم يا سيتي نحن جزء من المجتمع الرياضي الأردني وجزء من المجتمع الأردني في النهاية ونحن اليوم نرى زملائنا في اتحاد كرة القدم يعني بنفذوا بروتوكول صارم أيضا في بطولة المحترفين وبطولة الدرجة الأولى وبطولة السيدات كرة السلة الآن رح تنطلق بالأيام القادمة بطولة الناشئين والشباب فيها انطلقات كرة الطائرة السيدات رح تنطلق بالأيام القادمة فعجلة الرياضي يجب أن تمضي يجب أن تمضي قدما بغض النظر عن الصعوبات الصعوبات إحنا موجودين حتى نتغلب عليها لكن موضوع الأمان الصحي موضوع أولوي قصوى لإلنا عشان هيك اليوم إحنا مثلا اليوم عنا 15 فريق من الرجال سيقوموا بعمل فحص كورونا استعدادا لبطولة كأس الأردن اللي رح تنطلق كمان أربعة أو خمس أيام نعم بطولة الدرجة الأولى نفس النفس الأشي فبالتالي إحنا ماشينا على البرتوكول بكل حذافيره بكل تفاصيله وبالتعاون طبعا مع مبادرة قصي الأخوان في اللجنة الأولمبية وأيضا اتحاد الطب الرياضي اللي بيساعدونها للأمانة بشكل كبير بيضافة للأخوة في اللجان الأوبئة سواء مجموعة إربد أو مجموعة عمان يعني بعيدا عن دور السيدات في عنا دور الدرجة الأولى نعم وفي عنا الكأس أيضا نعم طيب كيف بتقيم في ظل برضو هذه الظروف مستوى الأندية المشاركة في هذه البطولات سيدة البطولات الآن عنا دور الدرجة الثانية انتهى تقريبا اليوم تنتهي مرحلة الذهاب وتم يعني كل فريق لعب ست مباريات على مدى الشهر ونص الماضية أيضا المستوى في ارتفاع مستمر وفي عنا فرق لديها فرق من الشباب والناشئين نعم بتظهر في مستويات جيدة زي نادي أم جوزي ونادي الراي حاليا ونادي يرموك البقعة ووادي السير من الفرق اللي عندها فرق من الشباب والناشئين اللي بتظهر بصورة طيبة بالإضافة طبعا لنادي الكت اللي هم تصدر البطولة ونادي عمان اللي هي من الفرق برضو اللي منافسة بطولة الدرجة الأولى ستقام إن شاء الله ستنطلق في 7 نوفمبر القادم يعني سبعين تقريبا قبلها سينطلق بطولة كأس الأردن الدور الأول ب 26 أو 27 عشرة وأيضا لدينا كأس السوبر اللي هو بجمع بين الصلط والنادي العربي سيكون في 30 أكتوبر الحالي وهذه الفرق الآن أغلب الفرق استعدت بشكل جيد لهذه البطولات ونحن واجبنا أن نقدم أحسن ظروف موجودة لإقامة المباريات لهؤلاء اللاعبين واستدامة الرياضة واستدامة الرياضة لأنه ستنعكس بإذن الله على المنتخبات الوطنية لاحقا بشكل جيد إن شاء الله طيب قبل أيام أرسل نادية الحسين إربض وصلت بيان مشترك بطالبه فيه بتأجيل الدوري والكأس بسبب ظروف كورونا هل تم الرد رسميا من قبل الاتحاد على الناديين على بيانهم؟ إحنا أجانا من نادة الصلط قبل حوالي ثلاث أسبوع نفس الكتاب تقريبا وردينا مباشرة في الأسبوع التالي على نادة الصلط بهذا الخصوص أنه إحنا جزء من الرياضة الأردنية جزء من الوضع الكامل في البلد عندما توقف الرياضة الأردنية بقرار من الحكومة أو من مجلس من اللجلة الأولمبية سنمتثل لهذا القرار نفذنا بطولات ورأيت حضرتك كيف البطولات تمت على أحسن شكل وبالتالي لا أعتقد أنه هذا سبب لإلغاء أو تأجيل البطولات إذا كان التأجيل بتعلق بأيام بسيطة هذا الموضوع قابل للدراسة لكن تأجيل البطولات تدمج مع بطولات العام القادم أو تتأجل أو تلغى البطولات أعتقد أن ذلك سيكون هذا ظلم كبير على لاعبين الموسم من سنة تقريباً أو حكامنا أو مدربين اللي عاملين بهذا المجال وبالتالي هو خطوة للوراء أكثر من أنها خطوة للتطوير يعني بيان السلط الأول قبل ثلاث أسابيع تم الرد عليه بالنسبة لبيان المشترك حالياً البيان المشترك وصلنا تقريباً قبل يومياً ونحن نجري حالياً اتصالاتنا وإن شاء الله سنرد على البيان بأسرع وقت بإذن الله بحيث أنه يعني تكون كل شيء في مساره الصحي وإحنا نتمنى طبعاً والرد أيضاً هو عدم التأجيل يعني غالباً طبعاً طبعاً لأنه إحنا نتكلم اليوم عن أجندة موضوعة من بداية السنة وتم تعديلها أكثر مرة وبعد جائحة كورونا تم وضع أجندة جديدة تتوائم حتى مع كورونا والآن تتوائم مع أنه أيام الجمعة حضر أيضاً فقط أيام السبت ونصف الأسبوع هي أيام للمباريات يعني الجداول الموضوعة وبطولاتنا إن شاء الله قائمة في مواعيدها ونتمنى طبعاً على الأخوة في نادي الحسين ونادي الصلت وراجعت هذا القرار لأنه أنا أعتقد أنه الرياضة الآن وكورة اليد خطت خطوات كبيرة للأمام وأنه إحنا حريصين زي ما هم حريصين أيضاً على سلامة رياضيين وإحنا حريصين أيضاً على سلامة هؤلاء الرياضيين بالإضافة لأنه نشايفين أنه جميع الاتحادات تقوم الآن باستكمال بطولاتها أو ممارسة بطولاتها وإحنا لدينا أمثلة الحمد لله جيدة جداً من التنظيم بهذا الموضوع ولا نعتقد أنه هناك سبب كافي لإيقاف أو إلغاء هذه البطولات طيب دكتور كان فيه من الأسباب الأخرى التي ذكرت بالبيان لطلب التأجيل اللي هو صعوبة تأمين صلاة التدريب تعليقكم على هذا الموضوع باستيحنا برضو عرضنا على نادي الصلت تأمين تمرينهم في صالة الأميرة سمية التابعة للاتحاد في مدينة الحسين الشباب وحضرنا هذا الصلت بالأمس كان هناك تمرينه نادي الصلت في الصالة وموجود عندنا مركز اللياق البدنية في الاتحاد برضو تحت تصرفهم وتصرف بقية الأميرة هنا في منطقة الوسط وأيضاً هناك صالة قصر الرياضة موجودة أعتقد أنه يمكن استفادة منها يعني أعتقد أنه إذا كان هذا السبب محلول إن شاء الله إن شاء الله طيب في حال قرروا الفريقين أنهم ينسحبوا شو موقفكم رح يكون؟ أنا إن شاء الله ما بدنا نصل لهذا الحال وهذا الوضع إن شاء الله أنه الأخوان يعيدوا لمراجعة القرار وحساباتهم بهذا الموضوع وسأ إن شاء الله نتواصل بهذا الموضوع مع الأخوة المهتمين في لعبة كرة اليد بكل الأماكن أنا أعتقد أنه في النهاية يعني سيكون قرار لمجلس إدارة بالنهاية اللي هو صاحب الولاي وصاحب الحق في اتخاذ القرار المناسب بهذا المجال طيب دكتور رسالة بتوجهها لكل الأندية وكل اللاعبين واللاعبات في رياضة كرة اليد في ظل هذه الظروف العمل المور فيها ستي إحنا رسالتنا الأساسية هو أنه يعني إحنا حريصين كل الحرص على سلامة رياضينا سلامة لعبين كرة اليد بأقصى درجات الحذر بأقصى درجات الوعي والعناية وتطبيق كافة بروتوكولات إحنا جزء من هاي المنظومة وهم جزء من منظومتنا أيضا إحنا عائلة وحدة عائلة كرة اليد عائلة وحدة وبالتالي إحنا يعني يد واحدة ونتساعد مع بعضنا البعض في إنجاح مسيرة هذه اللعبة اللي نهوض بها بعد يعني زمن طويل من السبات خلنا نحكي في الفترة الماضية بحاجة الآن لتطوير منتخباتنا بحاجة لتكبير قاعدة اللعبة بحاجة لتطوير حكامنا ومدربيننا الآن وإحنا ماشيين في خطة ثابتة بهذا الموضوع إن شاء الله بناء على ما سبق تنفيذه في السنوات الماضية وأنا أعتقد أنه إحنا بالطريق الصحيح بالنهاية إحنا عنا يعني تعليماتنا وعنا قوانيننا وعنا أنظمتنا اللي هي منبثقة من تعليمات وقوانين اللجنة الأولمبية والنهاية إحنا كاتحاد كرة اليد جزء من منظومة الرياضة الأردنية اللي في النهاية مضلتها الأساسية والنهائية هي اللجنة الأولمبية اللي إحنا يعني بلمشي بعد قراراتهم بهذا المجال أكيد وجزء منظم طبعا هو يعني من أنظم الأجزاء دكتور سؤال أخير هل هناك تواصل بينكم وبين الاتحاد الآسيوي لأي مشاركات خارجية سواء للمنتخبات أو للأندية؟ نعم يا ستي احنا الاتحاد الآسيوي عنا في بطولة في شهر اثنين بطولة الشاطئية لناشئين ومنتخبنا باستعد لها بشكل مستمر من فترة طويلة وحتى هناك احتمالية لشاركة منتخب البنات للناشئات بهذه البطولة وفي عنا بطولة الشباب آسيا أيضا في أزباكستان وإحنا بغضر جزء من أو كزاغستان جزء من هاي المشاركة وفي موافق عليها بالإضافة لذلك الآن إحنا قمنا بتجميع منتخب الرجال ومنتخب الرجال تم تجميعه بالشهرين الماضيات ولي أيضا النظر إلى اللاعبين المميزين أثناء الدوري لإكمال مرحلة الإعداد في العام القادم 2021 يعني طمعا في المشاركة في بطولة آسيا المؤهل لبطولة العالم في بداية 2022 والتالي أنا بعتقد أنه اليوم عدم إقامة الدوري سيوقف نشاط هذا المنتخب وبالتالي سيعدنا خطوة للورا بشكل واضح كيد يعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لحضورك معنا شكرا يا ستي وأنا سعيد جدا بوجوده وشكرا جزيلا أيضا على كلمات الثناء بحق اتحاد كرة اليد بالعكس تستحقوا أكثر من هيك كمان شكرا بارك الله فيك شكرا